في ناس كتيرة ما بتبقاش مصدقة ده وإيه اللي حاصل وتقول إن الاحتفال بالعام الجديد أو بداية الكلام عن العام الجديد ده مش لينا إحنا اللي تعبنين وشقيانين وموقعين حقيقة ده مش حقيقي ربنا سبحانه وتعالى مش بينزل السعادة على الناس الناس بيعيشوا السعادة وعشان كده لازم أقول لكم شوية إجراءات نمشي بيها في سنة جديدة جواز هنقول لكم خمس مفاتيح تساعدنا على الاغتنام السنة الجديدة مع شركاء حياتنا أول حاجة لازم نتيقن إن الله سبحانه وتعالى هو بيني وبين زوجتي بيني وبين شريك حياتي وإن ذاك الله سبحانه وتعالى قال وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً يعني إيه؟ يعني الحكاية ما خلصتش والطبيخ ما بقاش بايت والبيت خلاص ما بقاش بارد الله سبحانه وتعالى يغير الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد وهو الذي بيني وبين زوجتي هو الذي زوجني إياها وهي التي تسعد بي لأنني الله سبحانه وتعالى هو الذي ساقني له يبقى لازم نعرف إن ربنا سبحانه وتعالى معانا في حياتنا أسرية حال تانية لازم نعرف إن الحب مش كلمة الحب مش حالة كمان الحب حياة بنعيشها وجزء من الحياة الحب إن إحنا نصونه نعمل تصيين للحب لازم نصين الحب وعشان كده بنتجوز آه كده بننشئ العلاقة لكن العلاقة لازم مش هتمشي لوحدها الجواز ما بيبشيش بالقصور الزاتي والحياة والحب ما بيبشيش بالقصور الزاتي لازم هو يحتاج للصيانة واللي عايز يعيش محب صادق لازم يصون علاقة الحب دي يصون علاقة الحب بإيه زي ما قلنا الحب هو أمان واهتمام واحترام وتأدير فلازم يبقى فيه إيه لازم يبقى فيه كلام حل ولازم يبقى فيه أفعال تشعر للشخص بالأمان ولازم كمان يكون فيه احترام وتأدير وإيه اللي الحب لو ما عملناش كده يموت لازم كمان تلت حاجة نستمر في التعرف على شريك حياتنا مين قال إن إحنا مش بنتغير كل يوم مين قال إن إحنا أحوالنا بنتغيرش من أكتر الحاجات اللي الستات بيبقوا محتاجين إن هم يتعرفوا فيها التغيرات اللي بتحصل كل شهر للمرأة ومن أكتر الحاجات اللي بيحتاج الرجل إن مراته تعرفه هو إزاي بيواجه المشكلات الاقتصادية في حياته فالاتنين محتاجين يتعرفوا على بعض في مساحات كتيرة كمان مساحات الفرح هي ما تستدفعش إن هو يفرح بإنه حصل مثلاً إن هو حد قال له كلمة حلوة أو إن هي حصلت إن هي تعمل حاجة حلوة في البيت هو ما يتدفعش ده بالعكس لازم نعرف الكلام ده ومن هتعملش مع بعض بالصور النمطية إن اللي بيتحك على الحاجات العايفة أو اللي بيفرح بالحاجات العايفة بيبقى هايف أبداً لو قربنا من بعض نعرف إن بيفرح بالحاجات البسيطة ده بيبقى إنسان بسيط وبيبقى جميل وتستطيع إن أنت توصل لقلبه من أقرب طريق لو أنت عايز وعشان كده لازم نبقى عارفين إن احنا نبعد عن السلوك الأريانة اللي بيضايق كل واحد فيها شريك حياته ويمسك في إيه؟ ويمسك في حبل الله المتين اللي هو التعامل بالأخلاق الحسن وندوم التجارب ونستثمر الاختلاف والتنوع اللي بينا عشان تبقى حياتنا حياة جديدة احنا مش محتاجين إن احنا نقلب البيت رأساً على العقل احنا محتاجين بس إن احنا نعرف واللقمة ترفع إلى فيه زوجتك يا صدقة وكمان والكلمة الطيبة تصدق لازم نأكد لشريك حياتنا مع كل سنة جديدة على أبادية العلاقة بيني وبينه وده هيحفزه هيحفزه على إن هو يداوم وإن هو يبقى سعيد ويمشي معايا في الحياة بسرعة وننجز وكمان حياتنا ترتقي وكمان ننضج وده مهم جداً جداً الواحد لما يحس إن الحياة والعلاقة بينه بين شريك حياته علاقة أبادية إيه اللي بيحصل بيستثمر في تمتين العلاقة دي وما يستعجلش على النتائج ويصبر أكتر حاجة شفتها بتصبر شريك الحياة على الرضا إنه ويحس إن شريك حياته حاسس إن الحياة دايما بينه وعشان كده ممكن يقوله كل واحد فيه وبيقول لها ربنا يجعل يومي قبل يومك ده كان زمان يقوله كده هو عايز يقول لها إيه أنا عايز أفضل معاكي على طول أنا مش بقوله إن هو يدعي كده لكن أنا بقوله هم كانوا قصدين كده هو مش بيتكلم عن الموت لكن بيتكلم على أبادية العلاقة ولزلك إيه اللي حاصل افتكر دايماً وديه المبدأ الخامس عشان نبتدي به بنبتدي به السنة الجديدة افتكر دايماً إن إنت لو أردت أن تسعد فعليك إذا أردت أن تسعد فعليك أن تسعد لو عايز تبقى سعيد كمان فكر في إسعاد شريك حياتك اللي بيحبك وبتحبه اللي إنت لو أسعدته هتسعد وما تنتظرش إن هو يبدأ لأن دي هي اللعبة اللي بتلعبها النفس الأمر بالسوق إن إنت إيه تقول لك انتظر لما هو يسعدك عشان إنت تسعده لا ما تنتظرش دايماً إنت عليك إن إنت تبدأ تبدأ وما تنتظرش إن هو يبدأ هو كمان لما تعمل كده هتلاقي السعادة بتوصل لقلبه بأسرع ما يكون وكمان قلبه يبقى مفتوح دايماً لكل حاجة حلوة ممكن تقدمها له وعشان كده كل يوم في السنة تقرب من الراحة والسعادة مع شريك حياتك لازم تحاول تتعلم ثلاث صفات إنه يكون عندك أمل فسيح تأخذ البيت من ركام المتاعب وركام الأزى ويبقى عندك طموح شامخ وما بيقفش وتستمر ولازم أنت كمان تتغاضى عما حدث في السنة الماضية تتغاضي وتتغاضى أنتوا الاتنين وكل ما كنت شايف قدام وعندك هدف لبكرة وكل ما كان عندك رؤية لحياتك وكل ما كان عندك أمل كل ما البيت بيبقى خفيف ويتحرك لقدام وكل ما وفي الحقيقة يعني البيت بيبقى مستهى أن الأمل ده يكون من إيه؟ من الرجل لأنه كتير قوي اللي بيدي الأمان بيفتح باب للأمل وكل ما كنت بتتجاوز وانت مستريح كل ما ده ساعد على تمتين العلاقة بينك ومن شريك حياتك وعشان كده نبتدي سنة جديدة في الجواز محتاجين أن احنا يبقى عندنا شوية تختار وشوية إدارة رشيدة للعلاقة تغلبينك شكرا